اشتركوا في القناة وعلى سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك الكريم ولا تخالفنا عن نهجه القويم آمين 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 يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه فمنهم من قبى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله الله سبحانه وتعالى يصف لنا في هذه الآية نوعا من المؤمنين الذين صدقوا وعدهم مع الله وهذا الوعد هو قول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة فهذا العقد الذي أبرمه المؤمنون المسلمون مع الله سبحانه وتعالى فمنهم من أوفى بعهده ومنهم من قبى نحبه ومنهم من ينتظر ولم يغيروا ولم يبدلوا موضوعنا اليوم هو عن أحد التابعين رضي الله عنه وأرضاه هذا التابعي عاش مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حقيقة معلمه الأكبر هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين هو هو سعيد ابن جبير هذا الصحابي أو هذا التابعي عفوا يبين لنا الحالة التي كان عليها أصحاب رسول الله والتابعين ومن سارع على نهج من بعده كي يوصل إلينا هذا الدين ونفتخر به ونقول بأننا مسلمون أو مسلمين هذا التابعي الذي هو سعيد ابن جبير وهو قصة غريبة ليس لوحده ولكن كما رأينا من قبل عن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو صحابي أنه بصدقه مع نفسه ومع الله سبحانه ومع رسوله نال ثواب الدنيا وخير ثواب الآخرة وكيف أنه عندما قاطعه النبي والصحابة الذي هو كعب بن مالك عندما قاطعه النبي والصحابة قاطع ذلك الصحابي الذي هو كعب بن مالك أن أحد أولاد الروم أحكام الروم بعث له رسالة وطلب منه أن ينظم إليه فرفض وقال هذا ابتلاء ألم يكفي أن النبي قد قاطعني هذا ابتلاء من الله ومصيبة أخرى أضيفت إلى مصيبة مقاطعة النبي والصحابة لي فاعتبر تلك الرسالة التي تطلب منه أن يأتي ويكون في مقام عالي عند الروم اعتبرها مصيبة أضيفت إلى مصيبة قتل أو مقاطعة الرسول له فلم يعتبرها منحة بل مهنة أخرى فهذا هو الفكر الصواب والفكر الصحيح الإنسان إذا سوم أو ساومه البعض عن دينه فعليه الثبات على هذا الدين أليه الثبات على هذا الدين فلا ينهارف لأن النصر عند المؤمنين عند المسلمين هو الثبات وإن لم يصل إلى مبتغاه لكن وجود الثبات والسير في الطريق السوي ولو لم يصل إلى المبتغاه وإلى الهدف لكن ثبته على الحق والدوام عليه هو نصر من الله لهذا الشخص سعيد بن جبير كان من العلماء ومن التقات رحمه الله ورضي الله عنه وكان على أهد الحجاج بن يوسف وأنتم أدرى بالحجاج بن يوسف لا داية لذكر حاله أمره إلى الله سبحانه عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكن ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قضيتنا هي قضية سعيد بن جبير أحد أمراء الجيش جيش الحجاج بن يوسف اختلف مع الحجاج بن يوسف اختلف معه فأدار الجيش بعدما كان يحارب في جهة ما أدار الجيش إلى الحجاج بن يوسف معناه أنه ذلك الجيش الذي كان يغزو أرجعه إلى الحجاج فبدأ في حرب مع الحجاج فانضم إليه عديد من التابعين ومن العلماء والفقهاء ورجال الدولة وكان من بينهم سعيد بن جبير شاءة الأقدار أول هذا الأمير أمير جي اسمته عبد الرحمن بن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث شاءة الأقدار أن ينهزم عبد الرحمن بن الأشعث إن هزم شر هزيمات فقتل من شاء أن يقتل الحجاج كل من جاء أجله إلا مات لأنه ليس لأحد الحق أن يقتل ويحيي إلا الله سبحانه وتعالى وإنما الحجاج كان حالة من حالات جاء أجل أولئك الناس فماتوا هرب سعيد بن جبير إلى نواحي مكة فأعرض عنه الحجاج بل لم يجده لأنه اختفى وعاش في ضواحي مكة سنين عددا قيل عشر سنين قيل أكثر لم يعلم به أحد مات والي مكة أو غير فجاء والي ثاني الولي الأول كان يعلم ب مكان سعيد لكن أعرض عنه ما دام الأمر هادئا والرجل لم يقم ثورة ما فتركه على حاله يعيش في أمان إلى أن جاء والي ثاني بالطبع للوالي الثاني أراد أن يبرهن أو يثبت ولاءه للحجاج وإخلاصه لبني أمية فسمع بمكان سعيد بن جبير سمع بمكانه فأرسله إليه الجند وجاءوا به إلى مكة ثم إلى العراق وكان الحجاج في العراق أرسل إلى العراق وفي العراق وقع هذا الحديث أو هذه القصة بين الحجاج بن يوسف وسعيد بن جبير سأل الحجاج سأل سعيد قال قال له ما اسمك فأجاب سعيد بن جبير بكل ثبات واطمئنان قال اسمي سعيد بن جبير فقال له الحجاج فقال له الحجاج بل أنت شاقي بن كوسير شاقي يعني ضد سعيد وكوسير ضد جبير قال قال سعيد بن جبير إن أمي أدرى باسمي منك أمي تعلم تعلم اسمي إيا لك أن تغير لي اسمي مدام أمي قالت بأن اسمي هو سعيد بن جبير فليس لك الحق أن تغير اسمي بل اسمي سعيد بن جبير ثم سأله الحجاج سأل سعيد قال ما تقول في محمد بهذا الكلام ما تقول في محمد فقال سعيد أتقصد محمد بن عبد الله رسول الله قال نعم قال نبي الله ورسوله وسيد البشر وإمام المرسلين بعثه الله بالهدى ودين حق وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وقال الحجاج وما تقول في أبا بكر ثم سأله عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين إلى علي بن أبي طالب فأثنى عليهم خيرا كلهم وقال بأنهم ساروا على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم بدون تغير أو تحريف فلم يغيروا ولم يبدلوا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصل إلى علي فقال نفس الشيء في علي ثم سأل عن بني أمية قال بني أمية ما هو أو من هو الحاكم الذي يعجبك في بني أمية قال أخوفهم أخوفهم لله قال أخوفهم لله إذن الرجل علم بأن الحجاج من ينسى علم بأن الرجل متحفظ فقال وأيهم أخوفهم لله قال الله أعلم بهم طبعا أنا لا أستطيع أن أحكم على هذا أنه يخاف الله وهذا لا يخاف الله فالأمر بينك وبين الله لكل إنسان هذا حاله كما يقول لا لا نزكي على الله أحدا هذا الأمر معروف عند المسلمين أن الإنسان لا يستطيع أن يزكي شخصا ما فإذا شكرت إنسان وقلت نشهد أنه كذا وكذا قال قل هذا ولا نزكي على الله أحدا فالأمر هذا ما نرى والأمر إلى الله سبحانه وعز وجل فقال كل الأمر عند الله سبحانه أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال الحجاج وما تقول عني قال أنت أعلم بنفسك مني طيب طبعا لأن الرجل هو الذي يعلم نفسه فقال أنك أنت يا حجاج أعلم بنفسك مني أنا لا أستطيع أن أقول شيء وإنما القول قولك والعمل عملك والحال حالك وأنت أدرى بها مني فقال لا بد أن أسمع منك لا بد أن أسمع منك فقال سعيد بن جبير رحمة الله عليه ورضي الله عنه قال فإن قلت فسوف يسوءك قال قل طيب قال إنك تقوم بأعمال تريد بها إرهاب الناس وإنك لا تغذب الله أو كما كان وإنك لا تغذب الله بهذه الأعمال وتخالبها النهج القويم فقال له الحجاج اختار لنفسك أي قتلة تموت بها يعني معناها أني سأقتلك ولكن اختر كيف تريد أن تموت فقال سعيد بل اختر أنت لنفسك كيف تموت لأنك مثل ما قتلتني فسوف تقتل يوم القيامة مثل ما قتلتني يوم تجد كل نسي ما عملت خاضرة ثم قال سعيد بن جبير رحمه الله قال عندما قالوا اختر أي قتلة قال ثم لو علمت أنك تحيي وتمت يا حجاج لو علمت أنك تحيي وتمت لاتخذتك ربا الذي يحيي يمت هو الله الله هو الذي يحيي ويمت فقالها لو علمت أنك تحيي وتمت يا حجاج لاتخذتك ربا ثم قال له الحجاج لا أذبحنك قال لغلامه اقطع رأسه أو اذبحه من الوارد إلى الوارد فاتجه سعيد بن جبير إلى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما ألم المشركين فغضب الحجاج وقال ألفت وجهه عن القبلة أدير وجهه عن القبلة فأدير اتجاه خلاف القبلة فقال سعيد بن جبير رحمه قال وحيثما تولوا فتم وشه الله فغضب الحجاج وقال لأعلقنك في السماء فقال سعيد وفيها رزقكم وما توعدون وفيها رزقكم وما توعدون فقال ضعوا وجهه في الأرض فقال سعيد بن جبير بعدما قال الحجاج ضعوا وجهه في الأرض فقال سعيد بن جبير قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى ومنها نخرجكم طارة أخرى فاشتد غضب الحجاج فقال لم أرى إنسانا بهذه السرعة يتجاوب مع القرآن بهذه السرعة فكلما قال كلام إلا جاءه بآية فاستغرب لأمر هذا الرجل فقال أنا لا ما رد سأذبحك وأقتلك فقال سعيد لو سمحت دعني أصلي ركعتين ركعتين لله سبحانه عز وجل فقال لك ذلك قال الحجاج لك ذلك فذهب سعيد بن جبير رحمه الله ورضي الله عنه وصلى ركعتين وأطال في السجود في السجود الركعين أطال شيئاً ما ثم سلم ورشع بعدما أتم الركعتين جاء إلى الحجاج وقال له والله أقد أردت أن أطيل في السجود ليس خوفاً من الموت إنكم لو أطلت السجود ستقولون بأن سعيد بن جبير خشي الموت وخاف من الموت وإنما أطلت السجود لأني أعلم أن وجهي سوف لا يسجد لله بعد هذا اليوم قال أطلت السجود لأني أعلم علم اليقين بأني سأموت ولا أسجد لله سبحانه وتعالى بعد سجود هذا ولهذا أطلت السجود ليكون لشيئاً من الأجر عند الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة جاء السيار اقترب من سعيد بن جبير رفع سعيد بن جبير يديه إلى السماء وقال اللهم اجعلني آخر من يموت بظلم الحجاج اللهم اجعلني آخر من يموت بظلم الحجاج لا تسلق على الناس أحد الحجاج على أحد من بعدي فسأكون أنا آخر من يموت على يدي الحجاج من يوسف ثم قال اللهم اجعلي الحجاج اللهم اجعلي الحجاج يتمنى الموت ولا يلقاه وأنتم تعلمون أيها المؤمنون أيها المسلمون أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فإذا رفع الإنسان المظلوم يده إلى الله الله يقول لا أنصرنك ولو بعد أحين وهذا المظلوم كائنا من كان لا تقول بأن المظلوم إذا كان كافرا أو غير مسلم لا المظلوم إياك أن تقول بأن غير المسلمين ولا مظالمناهم لا والله المظلوم كان مسلما أو غير مسلم إن ظلمته ليأخذن منك الحق ليأخذن حقه منك في الدنيا أو في الآخرة فهناك خطأ فادح عند الكثير من المسلمين يظنون أن ظلم غير المسلمين جائز وهذا ظلم بذاته واعتداء على عباد الله بل الظلم حرام والله سبحانه وتعالى حرمه وقال لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فالظلم حرام مهما كان الإنسان المظلوم فلا تظلم أحدا قال الحجاج عندما سمع هذا القول قال عجل عجل يعني للسيد قال عجل فقتل سعيد ابن جبير رحمة الله عليه ورضي الله عنه ولم يغير ولم يبدل بل مات على الحق وثبت على الصواب وعلى الهدى فلم يشري نفسه ابتغاء كرسي أو ابتغاء شهرة ولهذا قبل أن يقتلك قال ألا تحب أن أعفو عنك قبل قبل قال ألا تحب أن أعفو عنك فقال اشهد على نفسك بأنك كفرت فأطلق صراحك حجج يقول لسعيد بن جبير اشهد على نفسك بأنك كفرت فأطلق صراحك وكثير من المسلمين من من كانوا مع عبد الرحمن بن الأشعث شهدوا على أنفسهم بالكفر فأطلق صراحهم وكانت هذه رخصة فموجودة في الإسلام ما تسمى بالرخصة والعزيمة فمن أراد أني أخذ بالرخصة ومن أراد إن كان الأمر يؤدي إلى الوفاة إلى الموت فلم يغير ولم يبدل فأثابه الله ثواب الدنيا والآخرة وبسبب هؤلاء هذا الشخص وأمثاله كثيرون أمثال هؤلاء وصلنا الإسلام وإنما نراه اليوم عند الكثير من الدعاة من الذين في ساحة الدعوة يتغيرون ويغيرون ويبدلون ويحرفون ويؤولون للإسلام وهم يظنون أنهم يحسنون صناعهم فنرى الإنسان من أجل كرسي كان من قبل نظن فيه خير وكان من الآمنين بالمعروف والناهن على المنكر وإذا به يصل إلى سدة أو إلى الكرسي وإذا به ينقلب رأسا على عاقب ما كان حراما أصبح حلالا وما كان منكرا أصبح معروفا وما كان معروفا أصبح منكرا وأصبح الحق باطلا والباطل حقا والكاذب صدوقا والصدوق كاذبا وهلم ووجر من الآراء المتناقذة التي كان يدعو لها من قبل من قبل وصوله إلى الحكم وبعد وصوله إلى الحكم وهذا هذا هو الخسران المبين لأن كما قلت أن النصر والتمكين يكون بالثبات على الحق ولو لم يصل الإنسان إلى مبتغاه فإذا وصل الإسلام إلى مبتغاه فقد وصل الشخص ولو لم يكن حاضرا وإذا غير وبدل دين الله ولو وصل إلى مبتغاه فلم ينتصر بل هو هزم هزيمة النكراء خسر فيها الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفلنا إن أخطأنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامه على المصالين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر